نرحب بكم مع أحداث مباراة الأهل المصري وأسك أبيت جان المباراة الهامة جدا في بطولة إفريقيا أبطال الدوري أو دوري أبطال إفريقيا هذه البطولة التي تنقل حسريا على فرصة فرصة مرة أخرى وهذا اللعب رقم 13 يحول كرة محمد جودة وتسقط في الحرس المرمى والمتابعة 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 لكن كانت هناك تغطية هشام قيرات حكم مباراة طبعا لم يشن لأي خطأ ترتدي الكرة تصل على اليسار وصافر من الحكم صافر من الحكم محاولة من جهة اليسار محاولة الفريق أسك من جهة اليسار تزديد على المرمى مباشرة قوية وعصام الحضري طبعا كرة لايمكن يستهانا بها وطبعا فضل فضل عصام الحضري أن يستحولها إلى خارج الملعب واللعب الأهلاوي على الأرض محمد جودة سلامات سلامات لمحمد جودة راكلة حرة للنادي الأهلي خالد بيبو بالتنفيذ volleyدق مدقة جدا وكرب الرأس وتمره في المرى هدف 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 أهلاوي هدف أهلاوي حصارة حصار يسورها حرام الله يسورها حرام أن تضيّ علينا متعد هذا الهدف حرام أن تضيّ علينا متعد هذا الهدف إذن المؤمن الهدف جاء وصاحب الهدف واضح والمدافع المتخدم والجمعة والجمعة يسجل والجمعة يسجل للأهلي والجمعة يسجل إلى أهلي بذركلة حرة شكلت خطورة كبيرة جدا يمكن لعادة توضح هذا الهدف أكثر احتزاز الصورة يعني بالفعل هذا هو الجمعة طبعا صاحب الهدف يرسل كرة طويلة يخطف على إبراهيم على إبراهيم يا علاء حرام عليك ما عليش تستحق هارد لك خطف الكرة بشكل جميل على إبراهيم ليس على إنه محمد جودة الذي يلعب على جدي وهو أيضا دائما يلعب على الهادي ترتد الكرة ترتد من جديد وفرصة فرصة كرة مرتدة عند اللعب إبراهيم ديكي إبراهيم يتقدم إبراهيم إبراهيم ديكي ويسدد كرة الله ورقة طيرة والله فريق قاسك حقيقة فريق يخوف لامسها الحضري لامسها الحضري وكرة تتحول إلى ركنية علي الكرة دائما ديكي جزاء حضر يا سلام يا حضر يفعل السواء رائع وتدخلات كلها صحيحة وخطأ على سيدي بادرا واجب فريق آسك المركز الليبرو اللاعب الحر في الخلف طبعا في بداياته لم يكن يلاعب بهذا المركز يعني مثل اللاعبي الكبار تذكرون مثلا لوتر ماتيوس النجم الألماني الكبير الذي طبعا مؤخرا صباح المدربة لنادي ربيد فيينا النمساوي لوتر ماتيوس بدأ كلاعب وسط ومتحول في السنوات الأخيرة إلى لاعب لبرو هذا يقع عرضية سنوات الأخيرة طبعا نعتزل وبكل تأكيد مالون خزي يريد أن نستثمر هادي خشباب بهذا المركز زاد هو هادي خشباب القائد الهلاوي ركنية إذن ركنية لنادي الأهلي ولازمنا في الوقت المضاف نلعب في الدقيقة الرابعة منه وفرصة للأهلي ليحسم النتيجة في الشوط الأول بهدف ثاني طبعا الأهلي بعد إذا فرغ وفاز في هذه المباراة يندو عنده أيضا مباراة مع بيتر أتلاديكو وفرصة فرصة للفريق العاجي فرصة لفريق آسك عرضية هذا الزوكو رقم 28 وجد نفسه طبعا في وضع من خاز لكن أيضا يرعب أين ترتد هذه كرة على اليمين أمامي في مكان ممتاز خطيلة 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 بفرصة فرصة هدف 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 يا السلام يا السلام يا السلام على السهل الممتلى يا السلام على اللعب السهل الممتلى مع أرواه هدف رائع هدف أهلاوي رائع بإمضاما على إبراهيم ولكن التمريرة كانت رائعة على ما يبدو من محمد جودا الأهل الثنين أسكى بجالة شيء النتيجة أصبحت ألب هدف ملعوب وجميل بالفعل وعلى إبراهيم ثاني هدف لعلاء عنده هدف بمرمى بيترو أتلاتيكو ولكن التمرير التمرير الأسس المساعدة على التجليل كانت رائع على ما يبدو كانت من محمد جولا دعونا نشاهد الهدف مرة أخرى 2-0 للنادي الأهلي والنتيجة على وجه مايكل دي كاسل الذي بكل تأكيد كانت توقع الممى تكون أسهل لكن فريقه عموما يؤدي مباراة طيبة بغد نظر عن النتيجة والأهلي أيضا نؤدي مباراة طبيعية نحن نجاهد بالفعل نجاهد واحدة من المباراة الكبيرة في بطولة إفريقيا هذا العام عندها هذه خشبة هذه هذه كرة طويرة على اليمين وارياض كرة يستلام يستلام يا وائل يارياض والله تستحق كل هذا التسفيق والله أحلم في المباراة حتى أحلمنا الهدف وائل يارياض هيأ كرة لنفسه وأطلقها قذيفة قذيفة كرة حتى في الزاوي البعيدة لو في المرمى ياسل أم على روعة هذا الهدف القائم القائم حرم وائل يارياض وحرمنا نحن أيضا من متعة مشاهدة هدف ولكن ليست حول من قائم يخلص الكرة كوني يخلص الكرة كوني يخلص الكرة كوني يدخل مندقة جزاوي يحول الكرة عرضية تمر الله وترتأت الكرة لم تخرج الكرة لم تخرج ويسقط اللاعب ورق الجزاء يا عصام الحضري يا عصام الحضري غطى لم يكن مبرر هشام قيراط يحتسب برقلة جزاء لفريق أسك أبي جان أعتقد طبعا وحتى إنذار لعصام الحضري حتى إنذار لعصام الحضري أعتقد من فعل عصام الحضري كان مفروض يكون أكثر ذكائم في هذه الكرة كرة اتدت من العرضة عصام الحضري اندفع وطبعا يمكن كان تركيزه على أن يدفع اللاعب العاجي ويمكن طبعا أنا أشاهد بالفعل حكم انتقد قرار صحيح هشام قيراط لكن نتمنى على عصام الحضري أن يعود الخطأ الذي ارتكبه ويتصدى لرقلة جزاء حتى يبقى نتيجة كما هي نفس اللاعب الذي سجل من رقلة الجزاء بمرمع عصام الحضري في لقاء الذهب وهو اللاعب إبراهيم ديكي رقم ثلاثة على ما يبدو والذي سيتصدى لهذه الرقلة الآن إبراهيم ديكي رقم ثلاثة لا نعم هو رقم اثنين عفوا إبراهيم ديكي رقم اثنين آسف هو نفس اللاعب الذي طبعا تصدى لرقلة الجزاء إبراهيم بمواجهة الحضري ويسجل يسجل إبراهيم ديكي ويقلز الفارق من رقلة الجزاء التي تسبب بها الحضري ومانو الخزيلا يبدو راضيا وأيضا على عبدالصادق المشرف الكروي بالنادي الاهلي واللاعب القديم يعني هذه الرقلة بكل تأكيد ستصعب موقف الأهلي فيما تبقى من وقت فريق بيترو أتلاتيك وطبعا سجل هدفه في مبارات الذهاب عن طريق لعب فلافيو من رقل الجزاء أيضا أسيك أبي جان سجل هدفه في مبارات الذهاب من رقل الجزاء وهذا اليوم أيضا فريق أسيك سجل هدفه من جديد من رقل الجزاء هذا طبعا بكل تأكيد يدل على أنه يجب أن يكون هناك تعامل مع هجمات الفريق المنافس بحرس أكثر وعدم ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء لأن هذا الشيء كلف فريق النادر أهلي ثلاث أهداف في مرمى هنا خطأ رقلة حرة عالي داخل منطقة جزاء وعصام الحضر العالية عالية عالية على مرمى الحضري لكن الكرة روكنية لما سهل لعب أهلاوي حكم يوجيه انضالي لعب لاهلي الذي ارتكب هذا الخطأ وراك الحرة هذا هو لعب رقم 19 حسام غالي طبعا فول تكتيكي قام بي حسام غالي وراك الحرة لان طويل الكرة أين الكرة لا نجاهل الكرة لا نجاهل الكرة ولكن ارتدت إلى وليد صلاح الدين وليد وليد صلاح الدين إلى علي ماهل إلى وليد طويل الكرة في مكان ممتاز انفراد انفراد يؤمن يؤمن وترتد مرمى خالي مرمى خالي حرام والله حرام يا علي ماهر حرام يا علي ماهر هذه فرستك هذه فرستك لتسجل أول هدف أفريقي لك هذا الموسم معلش هاردل كرة تدت إلى اللاعب طبعا لوحده علي ماهر لكن العب خارج الملعب فرصة كبيرة تضيع وباقي 25 ثاني على الوقت المضاف هذه كرة طويلة دوسيني حارس أسك يؤسل كرة طويلة داخل منطقة جزاء وصابرة تنتلق أعزام شايلين إذن الأهل المصري مرة أخرى يواصل صدارته للمجموعة الأفريقية الثانية يحقق الفوز الثالث له من أربع مواريات يصبح رفضين وتسع نقاط فازة على فريق أسك العاجل هدفين مقابل هدف واحد مبراجمين سجل وإنتما وطبعا على إبعاء مدفين أهلي وسجل فريق أسك مركنة جزاء اللاعب